موسيقى وإن شاء الله اللي احنا شفناهم النهاردة أوائل الكليات في الإعلام يمكن في يوم من الأيام فعلا يكونوا أحد العمالقة في هذا المجال فإن شاء الله ربنا يوفق الكل يعني هل ممكن التلفزيون المصري شايفانه ممكن ينافس في الفترة القادمة نرجو هذا يعني نرجو هذا لأنه يعني عايزة يعني أؤكد أن التلفزيون المصري أو مبنى الإزاع والتلفزيون تعرض لتجريف شديد وتعرض لتخريب متعمد لأنه الإعلام مستهدف فكونوا يعني وقف على رجليه تاني فدي بشرة خير لكن ما قدرش أقول طبعا أنه استعاد قوته الأحوال مختلفة والأجواء العامة مختلفة أحوال البلد مختلفة حصل فيه ممكن لخبطة كتير بالنسبة للوائح والمالية التي لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل حصل تجريف للناس اللي فيه مع ظهور القنوات الفضائية تم سحب كفاءات كبيرة جدا جدا من المبنى وسواء كانوا من يعني المبنى قوامه عبارة عن المزعين والمخرجين والمنترين والمصورين إلى آخره الباب مفتوح على مصر عايهي وهذا الحقيقة غلط أنه يعني بيمد القنوات الفضائية كل يوم بناسه وبعدين تأخذ علينا أن إحنا ما عندناش كفاءات بالمعنى يعني هذا الموضوع لابد له من نهاية المشكلة أن نجوم القنوات الفضائية من التركزون المصري فإزاي التركزون المصري يكون عنده آلية للمنافسة بشكل أفضل إن شاء الله حيبقى يعني عارف هو العمل الجيد بيكتذب بالناس وبعدين فيه أجيال جديدة بتتلع وفيه يعني مزعين جدد حيكونوا موجودين إن شاء الله شكرا الله شكرا شكرا